اتصالات مكثفة لتنشط السياسة في اليمن هذا ما تبدو عليه المساعي الدولية المتسارعة حيث يجري ولد الشيخ جولاته بهدف تفعيل اتفاق وقف اطلاق النار الذي انهار في يوليو 2016 المبعوث الأممي وصل الرياضة الاثنين الماضي في ظل حديث عن نيته التوجه إلى عدن وصنعاء لاستناف المشاورات السياسية بعد تجمد خارطة الطريق الأممية في شتاء الحرب القاسي المعارك بين الجيش الوطني والميليشيا ما زالت دائرة في أكثر من جبهة وهي معارك اسفلت عن إعلان المنطقة العسكرية الرابعة عن تحويل منطقة ذباب المحررة إلى مركز عمليات عسكرية فيما يتحدث الإعلام الحربي للانقلابيين عن منواشات له على حدود السعودية وعلى وقع هذه الموجهات يبدو الأفق مسدودا في طريق السلام الأممي فالنسخة الانقلابية من سبع نيته حدثت عن اشتراطات جديدة لتسمية ممثل تحالف الانقلاب في لجنة التنسيق والتهدئة التي تشكلت في إبريل 2015 منها إعلان الحكومة الموافقة على الخطة الأممية ورفع الحظر عن حركة الطيران المدني عن مطار صنعاء المغلق منذ أغسطس الماضي من قبل التحالف العربي وفيما تبدو شرعية جدة في تحركاتها الدبلوماسية من أجل إحياء السلام المشروطي بحسب وزير الخارجي بالمرجعيات الأممية إلا أنها جاهزة كما يقول جباري نائب رئيس الوزراء لإنهاء الانقلاب عبر القوة العسكرية في حال فشل جهود السلام اشتركوا في القناة